كانت حالة الوئامي والسجل التآخي بارزة في مهرجان الرفيد الثقافي الذي أقيم في بلدة الرفيد بلوائي بني كناني حيث تحدث رعي المهرجان الدكتور تركي عبيدات عن مواقف الأباء والأجداد في الحفاظ على القيم الأردنية العربية الأصيلة وتجذير الانتماء الوطني والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين لافتا إلى أن للمسجد والكنيسة في الأردن دورا حيويا في تجسيد الشراكة والاحترام المتبادل وصون الحقوق وفي كلمته استذكر مدير مركز التعايش الديني الأبنبي الحداد تاريخ الكنيسة الوحيدة في منطقة شمال إربد التي عرفت بكنيسة الخور العبيدات ويحتضنها أهل المنطقة بحب وتوقير وأشار مفتي القوات المسلحة الأردنية الشيخ حسن مخاطره إلى أننا في الأردن في بلد قائم على السماحة والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين وهو نهج اختطه الهاشميون لإرساء قيم التسامح والعدالة واحترام الحقوق المتبادلة بين الناس واجتملت فعاليات المهرجاني على كلمات وقصائد شعرية وفقرات فلكلورية قدمتها طالبات المدارس